أكاديمية الكابتن الراحل أحمد راضي ترى النور في بغداد وتنطلق بصورة جميلة بحضور نخبة من نجوم الوسط الرياضي الإعلامي أيضا والجماهير الرياضية في ملعب الكرد الفيلية ببغداد نتابع كمشرفين على هذه الأكاديمية أريد أن نطلق نموذج نوعية اللاعبين الموهودين حتى لا باشر أقبة هاي الأكاديمية راح تنحسب علينا إنه محسوبية الواسطة ومحسوبية مثلا ويكون أمور تنحسب بس إحنا لا إحنا بالنسبة إنا لا نعرف فلان ولا نعرف الواسطة ولا نعرف إحنا اليوم الموهود ممكن نستفاد من عدة يحسب للناس المعنين بهذا الموضوع لأن تعرف مشروع هذا كي يجير على المواهب ورع الكرة العراقية كثير من المواهب يجب أن تحتضى من قبل الناس المعنين وكي يجعبين مهمين كحبيب جعفر وقصي أسماء مهمة بكرة القدم والأضافة لذلك اخترنت باسم مهم وغالع الكرة العراقية والمرحوم محمد راضي سعيد لزملائي كابتن حبيب جعفر وكابتن قصي مونير كل من يعمل في هذه الأكاديمية التوفيق والموفقية إن شاء الله ونتمنى أن يحاولون أن يخرجون المواهب بأحلى صورة خدمة للكرة العراقية والأندية العراقية والمنتخبات الوطنية طبعاً أكيد لا يسعني إلا أن أتقدم بشكل جزيل لمن أقام هذه الأكاديمية تخليداً لراحل كابتن أحمد راضي ترجمة نانسي قنقر